اليوم ده اقلب على اليوتيوب وشفت اكو فيديوهات مع الدروس انجليزي واعتقدهم هم مدرسين اختصاص بهذا الموضوع خلنشوف مقدمة المدرسة طبعا غلط هي تقول listen وهي ده تقصد lesson بعدين راح تقول للطلاب ارقام الصفحات اسموا ارقام الصفحات شو نقولها 68 and 69 6 ده انت نشرت المرض في المدرسة كلها واكم درس ما الانجليزي عنده صفحة على اليوتيوب باعوا شو راح يبدي الدرس مولته رب العربي والصلاة والسلام على محمد المعاريه الطيبين الطاهرين هم زين مدرسة اسلامية كان لقينها ده يسوي الحلقة مالته بالجامع مية بالمية بيوم جمعة وبالخطبة ومنزل الامام وقالوا بالدنيا اكبر مشكلة عندي العراقيين باللغة الانجليزية هي لفظ كلمة apple هي apple مو apple بينما بعد الادات on كلمة تبدأ بحرق علة مثل on apple وارا ما تعلمت من هذا المدرس اذكرني في فيديو اماما انا كلمة apple وشوفوا هذا العبقر ايش راح يسوي باللغة الانجليزية واللغة العربية واكوفة كلمة راح يقولها ما احد يعرف فيها شنو اصلها لا هي فرنسي لا هي اسباني لا هي معرفية اصل مولوك كلمة apple يعتبر هي شي يعني من الغربية تعتبر شي اوبر يعني شون نقول مثل انجليزي بالانجليزي يعني نقول احنا مثل البوبي والسكوز ميبليس هاي من الكلمات الانجليزية تعتبر اوبر واحنا عرفناها بالفترة الاولى والاخيرة مذكورة هي هسا باللهجة من الانجليزية اوبر هي موجودة اي مدرسين الانجليزي لو مدرسين هذا الولد زيان كان علاقة العرف معنا كلمة apple وما لعلاقة ببوبي وهاي الكلمة يقالها فليهذا الطالب العراقي عنده هم يجيب الخمسين ويخلص من الدرس الانجليزي حتى بعد ما يشوفه المفروض هو يتعلم انجليزي مو بس يتحصل خمسين ويخلص من عنده ويمكن يختار لغات عربي على مود بعد ما يشوف انجليزي من وراه شي مدرسين